ما هي الكوارث التي جلبها النظام الصيني الشيوعي على الأيغور؟ ذهب الزعيم الصيني موسيتون إلى ميدان تيان أنمن في بكين في 1 أكتوبر 1949 وأعلن تأسيس النظام الشيوعي الصيني في الجلسة العامة الأولى للمؤتمر الاستشار السياسي للشعب الصيني الذي أقد في بكين في 27 سبتمبر 1949 ألقى موسيتون خطابا افتتاحيا حول موضوع الشعب الصيني نهض وأوضح قائلا إن الشعوب من جميع الأعراق والمجموعات ستعيش في الصين بشكل مستقل وحر في إدارة نفسها ومع ذلك في تعليقات اليوم على النظام الصيني الشيوعي يتم الزكر مختلف الإجراءات السياسية التي حدست خلال 27 عاما من حكم موسيتون من عام 1949 إلى عام 1976 يتم التأكيد على أن هذه الفترة كانت الفترة الأكثر كارثية وقال السيد خوبن رئيس التحرير السابق والمعلق لمجلة ربيع بكين التي تصدر في نيويورك إنه بفقا لنظرية موسيتون حول الإطاحة بالمجتمع القديم انقسم الشعب الصيني إلى قطبين قطب الشعب الثوري وقطب العدو الطبقي وانجر الشعب الصيني بأكمله سياسيا إلى دوامة النضالات قال خوبن عندما تأسست جمهورية الصين الشعبية في عام 1949 قيل إن الصين بأكملها قد تحررت في هذا الوقت روج موسيتون بقوة لنظرية الإطاحة الكاملة بالنظام القديم في إعلان الحزب الشيوعي وهذا يأني التدمير الكامل لكل ما يعتبر قديما تم التأكيد على الصراع الطبقي في أهدي ماو انقسم الشعب إلى العمال والطبقة المستغلة المعادية باسم النضال ضد المستغلين تم تدمير وتغيير النظام الاجتماعي الأصلي لمختلف الشعوب في ذلك الوقت في شينجيان أي تركستان الشرقية ومنغولية الداخلية وبعد عام 1959 في التبت نفذت الصين القمع والتدمير تحت اسم أعداء الطبقة المستغلة لم يتم تدمير المعتقادات الدينية والثقافة التقليدية للأقليات الإرقية فحسب بل تم تدمير الثقافة الصينية القديمة أيضا في كلمته قال السيد خوبين أنه منذ تأسيس النظام الشيوعي الصيني في آم 1949 تم تنفيذ الإصلاح الزراعي إسقاط الجبال الثلاسة والقضاء على خمسة والعمل الجماعي في الزراعة إن شاء الكوميونات تم تنفيذ قفزة كبيرة إلى الأمام في جميع أنحاء الصين وسحق اليمينيين والثورة الثقافية وتدمير الأربعة القديم وإعادة تسقيف الشباب في الريف وسحق الليمبيو وكونفوشيوس وغير ذلك من الأفعال المذكورة ضفقا للجزء الثاني من كتاب التاريخ لحزب الشيوعي الصيني فإن القفزة الكبرى إلى الأمام تسببت في مجاعة شديدة في الصين وأدت المجاعة التي استمرت من عام 1959 إلى عام 1961 إلى مقتل مليون مواطن صيني وفقا لخوب فإن أرقام الوفيات خلال القفزة الكبرى إلى الأمام لموسيتون والكومنة الشعبية والثورة الثقافية اللاحقة التي خلقتها دعوة موسيتون للتفوق على الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا هي أدنى التقديرات على الإطلاق ويذكر الباحث المستقل يانجي شن في كتابه المجاعة الكبرى أن عدد الوفيات في تلك السنوات بسبب المجاعة والصراعات السياسية المختلفة كان أعلى بكثير مما ذكر وقدر تقرير سري أعده جيني جين المدير السابق للمعهد الصيني للإصلاح الحيكل الاقتصادي والذي عمل تحت قيادة جوزيان عدد الوفيات بسبب الجوع أو الوفيات غير الطبيعية بما يتراوح بين 43 مليون إلى 46 مليون في ذلك الوقت وأكد خوبين أن المثقفين كانوا الهدف الرئيسي لموجة الصراعات السياسية في تلك السنوات خلال الثورة الثقافية بالإضافة إلى الصينيين أصبح أدد كبير من الشخصيات العامة وعلماء الدين والمثقفين من بين المجموعات العرقية مثل الأيغور والتيباتيين والمغول كانوا هدفا للتدمير وقال الدكتور أركين أكرم المحاضر في التاريخ بجامعة حاجة تبا في تركيا إن احتلال الجيش الصيني لتركستان الشرقية كان احتلالا تم تنفيذه بمساعدة الاتحاد السوفية السابق وفي برقية أرسلها الزعيم الصوفية ستالين إلى موسيتون في يونيو حزيران من عام 1949 استخدم كلمة احتلال تركستان الشرقية وبعد أن استولى الجيش الصيني بقيادة فانجين على كاشغر في نهاية عام 1949 تم تغيير كلمة الاحتلال إلى دخول الجيش الأحمر إلى تركستان الشرقية وقال الدكتور أركين أكرم إنه عندما تم تنفيذ إصلاح الأراضي الذي بدأ في الصين في أوائل الخمسينيات في تركستان الشرقية كان الهدف الرئيسي هو تسفية النفقات المالية للحكومة الصينية في ذلك الوقت في الإصلاح الزراعي الذي بدأ آم 1952 انقسم الناس إلى فئتين الأغنياء والفقراء ونتيجة لذلك فمن خلال قمع الأغنياء ومصادرة ثروات الأغنياء جمعت الحكومة كمية كبيرة من الثروة وتحدث السيد أركين أكرم عن مختلف الإجراءات السياسية مثل الإصلاح الزراعي والقفزة الكبرى إلى الأمام والقضاء على اليمينيين والثورة السقافية التي تمت في تركستان الشرقية في أهد موسط وقال إن كل هذه الإجراءات تقريبا كانت تهدف إلى تعزيز الهيمنة السياسية للحكومة الصينية في تركستان الشرقية وقال السيد أركين أكرم إنه في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي حاولت الصين التدمير الكامل للمعتقادات الدينية والدوائر الثقافية للأيغور باسم القضاء على القديم بالإضافة إلى ذلك في حركة القضاء على اليمينيين تم استهداف الشخصيات العامة والزعماء الدينيين والمثقفين الذين يمكنهم حقا توجيه الأيغور والقضاء عليهم بخطوات ممنهجة تم تنفيذ ما يسمى بمشروع توحيد الكوادر في المنطقة وتم التنشئة وتربية حوالي عشرين ألف من الكوادر الوطنية المحلية الموالية للحزب الشيوع الصيني تم النزع سلاح جيش تركستان الشرقية الأصلي تدريجيا وتم حله لاحقا والذين عملوا في حكومة تركستان الشرقية السابقة تم اتهامهم بتهم مختلفة واستهدافهم للقضاء عليهم بالكامل وبحلول عام 1954 كان الجيش بقيادة الجنرال الصيني فانجين الذي قوامه مائتين ألف جندي والذي غزى تركستان الشرقية في عام 1949 قد تم تمركزه تحت اسم بينغتون أي جيش الشنجان للإنتاج والبناء وتم إنشاء وكالة استعمارية عسكرية مستقلة في المنطقة وضع الفيلق الأساس لتدفق المزيد من المستوطنين الصينيين إلى البلاد في السنوات التالية وقال السيد أركين أكرم إنه على الرغم من التركيز على الصراء الطبق في الحركات السياسية في ذلك الوقت إلا أن ممارسة الحكومة الصينية في المنطقة كانت في الواقع سياسة احتلال لذلك كانت سياسة موسط خلال هذه الفترة تهدف إلى تدمير المعتقادات الدينية والخصائص الوطنية الثقافية للأيغور وفي هذا فإن الزعماء الدينيين والمثقفين الذين يستطيعون قيادة الأمة كانوا هم الأهداف الرئيسية للتدمير ونتيجة لذلك تم انتزاع ملكية الأيغور لأراضيهم تدريجيا وأصبح حكم الحكومة الصينية على هذه الأراضي أسهل وللقصة بقية إلى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله